تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 332 قضية مونية بمضبطات بلغت قرابة 75 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال الحجب والاستيلاء على السلع الاستراتيجية والسلع المدعومة تم ضبط قرابة 15 طن مواد غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 28 طن أما في مجال الحجم والبيع بسعر أزيد لمواد البناء فقد تم ضبط 32 طن أسمنت في مجال قضايا المخابز تم ضبط 419 قضية من بينها 100 قضية خبز ناقص الوزن و84 قضية خبز غير مطابق للمعصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريدي وتداول القمح المحلي تم ضبط 14 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 402 طن أقمح محلية